وللمزيد أيضا ينضم إلينا مباشرة من تل أبيب عبر زوم أوريساك الرئيس قسم الأبحاث في منتدى دفاع والأمن الإسرائيلي. أهلا بك على هواء الحراء. يعني لعلني أسأل من الحصيلة النهائية التي وصلنا إليها ربما في الضفة. حتى هذه اللحظة قرابة 16 ألف مصاب من الفلسطينيين العزل. بالإضافة إلى ما يربو على 4740 من القتلى. ما هي الآلية التي تتبعها ربما إسرائيل في معاقبة حماس فقط. وليس شمل ذلك مع المدنيين. شكرا على صدافتي. لسنوات طوال إسرائيل ضغط عليها من قبل المجتمع الدولي والخبراء للقيام لأشياء الخطأ. الأشياء الخطأ كانت أن تقف في الجانب الآخر من غزة. ومع استمرار حماس والجهاد الإسلامي في إطلاق أصواريخ لقتل الإسرائيليين. هذه المرة الأمر زاد عن حدي. ورأينا ألف وربعمائة إسرائيل يقتل. يريد من مشاهدين أن يفهموا أنهم قتلوا بأشكال شنيعة. أطفال حرقوا وأكثر من 200 رهينة أخذت في غزة. بما في ذلك صغار وكبار السن ونساء ورجال. بعد أن عانت إسرائيل هذه الضربة كما حدث في 11 مستمبر. لا يمكن استمرار الحياة كما هي في وضع طبيعي. إسرائيل كانت تحتوي تهديد حماس. ولكن هذا الاحتواء لا يمكن استمراره. الجولات السابقة كانت يتعلق بربما تبادل القصف ضد الأهداف العسكرية. والتوصل إلى وقف إطلاق النار. هذا الأمر لا يمكن أن نستمر. والعملية البرية لا بد أن تحدث لضمان إنهاء حماس وتحقيق أهداف هذه الحرب. سيد يسكر حتى هذه اللحظة لم تقم إسرائيل بشن عملية الاشتياح البري. ولكن حتى ما وقع حتى هذه اللحظات الضربات الجوية التي تقيمها إسرائيل حول المناطق الشمالية تحديدا في القطاع. وإن كان هناك البعض أيضا في الجنوب. هل ترى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تقوم بالرد؟ هل ما تراه الآن من وجهة نظرك كمتخصص في الدفاع وفي الأمن يتناسب مع ما حدث في إطار الرد؟ نعم لم نرى إسرائيل تقصف إسرائيل قبل حدوث هذا الهجوم. لا بد من عدم الدخول إلى الديماغوجية كما ذكر ضيفك السابق. لا يوجد سبب لإسرائيل لقصف المدنيين. إسرائيل لا تستيقص في صباح اليوم وتقول هذا يوم جيد لقاتل الفرسلين. الضربات الجوية تستهدف حماس ومواقع حماس ومصانع الصواريخ. لا نعلم من الأرقام التي ذكرتها. علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بأوقات الحرب. لأن هناك حروب معلوماتية. لا نعلم مصدر هذه الأرقام. هذه أرقام من حماس. كما ذكر في الحروب السابقة. أن هناك 700 طفل قتلوا في عام 2012. عفوا فقط منك. نحن هنا نتحرى دقة الأخبار. فإن هذه الأرقام التي أذكرها الآن. 4 741 من القتلى. ونحو 16 ألف من المصابين. هذه الحصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. فقط للإضاحة. وزارة الصحة الفلسطينية تسيطر عليها حماس في غزة. وأنا آمل أن نكون حذرين في هذه الأرقام. الآن المتحدة تستشهد بأرقام وزارة الصحة في غزة. وعلينا أن نكون حذرين. لأن هذا هو ما تسعى علي حماس. أن تضع الضغط على سريل حتى توقف الهجوم. علينا أن نفهم أن حماس هو تهديد للولايات المتحدة. وليس فقط الإسرائيل ولا الدول العربية. هناك انخراط إيراني وباصمات إيرانية. ونرى ما حدث في دوترويد بالأمس. وربما قتل السيدة. وأيضا ما حدث في لندن وفي باريس. علينا أن نكون حذرين. ألا نتهم إسرائيل بأشياء لم تقترفها. هذا جزء من دعاية حماس لإضعاف المجتمع اليهودي حول العالم.